ماله حالة النهاردة إزاي تتعاملي مع الراجل؟ فاحنا جبنا الراجل ده أولاً لأنه الراجل ثانياً لأنه هو عم بخبرة وإنفلوينسر بقى وعزيم وكده مفروض يعني كده إزاي تتعاملي مع الراجل؟ في إيه؟ نعم يعني تتعاملي مع الراجل عموماً يعني؟ أه حاجة جنرال كده؟ أه اللي هقولك حاجة جنرال في رأيي حاجة عامة يعني من أهم الحاجات المفروضة تعمليها مع الراجل إنك تتكلمي معه إنك تركزي على حتة إن تفتحي التواصل ما بينك وما بينه وما تسيبيش حاجات متعبية في دماغك أو على صدرك وتطلعي كل الجواكي أول بأول وتحاولي تتكلمي في كل حاجة وما تفتكريش إن أنت لما تخبي إنك بتخففي عنه أو إنك لما تخبي إنك كده بتقربي المسافات بالعكس المسافات بتبعد فيعني أعتقد من أهم الحاجات المفروضة تعمليها إنك تتكلمي ودائماً توري الحقيقة وتتعاملي مع كل المواقف أول بأول علشان لما الحاجات دي بتتراكم بتأثر بطريقة سلبية جداً يعني لو قالي أنا ما بحبش الزن وما بحبش العتاب مصلحة إن يقولك كده من أول العلاقة عشان تقولي له أنا ما بحبكش إنت سلام عليكم يعني لإعلمك كتير قوي العلاقات اللي هتفشل قدام بتباني إنها هتفشل من البداية ومش بنعترف لنفسنا بكده وبنقع نضحك على نفسنا وبنبص بس على الحاجات اللي هي بنركبها على الصورة الحلوة اللي في دماغنا للخيال اللي إحنا نسمينه لنفسنا والعلاقاتنا وبنبص النحية التانية والحاجة واضحة زي الشمس قدامنا إن الراجل ده ما ينفعناش فمهمة قوي إن أنت دايماً عن طريق الأسئلة المظبوطة إنك أنت تسألي وتزني براحتك زني لأن زني براحتك لأن فيه فرق ما بين الزن فيه فرق ما بين الأسئلة الزن فيه زن فيه زن اللي هو أخلي بالك برضو عشان يعني برضو في نفس الوقت الرجالة برضو تعبانة وشايل حمل كبير والدنيا بقت صعبة والمسئولية كبيرة فلما يجي الراجل تعبان وبعد يوم طويل وعايز يقعد يرايح شوية المفروض نسيبه ويفصل ويرايح شوية ما نقابلوش بمشاكل وأسئلة آه يعني أستنى لما يريح ويأكل ويدعش وابتاع وصفا فيه ننقدي الوقت المزبوط نخش فيه الدخل الصح لأنه برضو الحياة أخده وعطى يعني فهمه قصدي مش يعني لازم برضو نبقى عارفين إن الموضوع شراكة يعني هو إحنا الاتنين بنتعامل مع بعض فإحنا الاتنين لازم نبقى أخدين بالنا على بعض فهمه قصدي طيب ترجمة نانسي قنقر